ينتظر البيت التشريعي وصول الموازنة التي تأخرت أشهر لأسباب فنية التركيز الحكومي في جداول القانون وما تضمنته من جوانب تشغيلية رصده لنا أحمد ليت فلنتابع نيابي لاستلام جداول موازنة 2024 بعد حديث الحكومة الأخيرة بوصولها مرحلة إنجاز صياغة موازنة العام الحالي التي تأخر إقرارها لمدة خمسة أشهر عن موعدها المحدد لأسباب فنية تتعلق بوضع التخصيصات المالية فيما يخص الموازنة إلى هذه اللحظة لم ترد إلينا أي مؤشرات على إرسال هذه الموازنة ولكن لا تكون بعيدة الأمد على اعتبار أن الوزارة المالية شرعت قبل أشهر بإعداد الجداول وإعداد خرائط الموازنة ونمل أن تكون هذه الخطوات سريعة على اعتبار مدى الحاجة المواطن لهذه الخدمات تطوير المشاريع الخدمية والتنموية والعمرانية ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل والتأكيد على الإصلاح الاقتصادي هذا ما ركزت عليه الحكومة في تخصيصاتها المالية التي وضعت بجداول موازنة العام الحالي إضافة إلى رفع التخصيصات في الجانب التشغيلي الآن نبحث في أما أن تزداد قيمة هذه الموازنة وتقريبا المتوقع أن تصل إلى 224 تريليون أو أنه نحافظ على المتين لكن تؤثر على باقي أبواب الموازنة لا سيما الاستثمارية نحن نحاول اليوم أن نرفع قيمة الاستثمارية لكي نحافظ على أداء المشاريع والأنشطة والبرامج الحكومية وبعد تلويحات الحكومة بإكمال جداول موازنة 2024 البرلمان ينتظر إرسالها سريعا لغرض دراسة تفصيلاتها بشكل دقيق قبل تمريرها أحمد ليث بغداد قناة الربيع ترجمة نانسي قنقر